يعني أبرز الأخذية الصحية خليني أقولي اللي في المتناول اللي قدر أعملها في البيت من غير ما أبقى بكلف نفسي فلوس كتير الأخذية الصحية متوفرة بشكل كبير جداً ومتاحة للجميع في كل الأوقات يمكن هيخد الكلمة اللي قالها أستاذ مصطفى يلعبها صح أو يحسبها بشكل كويس ويختار مش أكتر من كده وتأكيداً للمقدمة اللي حضراتكم تفضلتوا بيها نقدر نقول ببساطة جداً أن مش كل الأكل الصحي هو غالي ولا كل الأكل اللي هو غالي في قيمته هو أصلاً صحي وبالتالي المفروض أن أنا أختار من بين الأكلات المتاحة عندي حسب إمكانياتي وحسب المتاحة عندي ساعات حتى لو الإمكانية موجودة فبالتالي الإتاحة المكانية أو الحاجات المتاحة في المحيط اللي أنا موجود فيه أقدر أختار فيها بيدخل في حتة الاختيارات كمان الحاجة اللي أنا بفضلها واللي أنا بحبها أو اللي أنا متعود عليها وبالتالي مجموعة العوامل دي هي اللي بتحدد أنا هقدر أختار إيه وعمر ما كان الأكل بقيمته المادية أنا هدفع فيه كام؟ لا دا دايما بتنوعه لما أقدر أخذ أكتر من حاجة في نفس الوقت ومن مصادر مختلفة هقدر أحصل على عدد كبير جدا من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة بالنسبة لي بأقل تكلفة ممكنة بالمقارنة بحاجات تانية لو أنا مختار حد حيسمعنا دلوقتي دكتور يقول لحضرتك هو أغلى حاجة دلوقتي البروتين سواء بروتين في الأسماك أو في اللحوم أو في الدواجن وده هو أكتر حاجة بتكلف إزاي حضرتك بتقول أن أنا ممكن أوفر وممكن أعمل وفي نفس الوقت أبعمل حاجة زي كده ممتاز جدا طبعا البروتين من العناصر المهمة أنا عندي العناصر كتير جدا مهمة الجسم وطبعا من أهمها البروتين أو مصادر البروتين وبالتالي أنا أقدر أحصل على القادر الكافي أولا اللي إحنا بنحتاجه من البروتين كبروتين هو كمية بسيطة جدا بالنسبة لكل حد موجود فين البروتين؟ موجود في مصادر كتيرة جدا حوالينا مصادر نباتية ومصادر حيوانية بالتأكيد المصادر الحيوانية هي أكثر تكلفة وهي برضو كجودة أعلى في الجودة من المصادر النباتية لكن المتاح عندنا مصادر كتيرة جدا بجودة عالية وقد تكون هي الأعلى في جودتها والأقل في التكلفة بتاعتها في نفس الوقت يعني على سبيل المثال وتكلمنا تحديدنا عن البروتين زي ما حضرتك ذكرت وحيك تفضلت عندنا مثلا حاجة زي البيض البيض العادي المتاحة اللي موجود عندنا يعتبر البروتين اللي موجود في بيض البيض من أفضل أو من أجود أنواع البروتين هو الأعلى في القيمة الحيوية بتاعتها أو الأعلى في الجودة بتاعت البروتين أعلى من الفراخ واللحمة أعلى من الفراخ واللحمة يعني لما بنجي نقيس الجودة بتاعة البروتين اللي موجود في الفراخ واللحمة تقارن بالبيض يعني نقول ده كويس زي البيض مش العكس وبالتالي طبعا البياض البروتيني اللي موجود في بياض البيض ليه قلت البياض ما قلتش البياض والصفار لان البروتين مركز اكتر في البياض بتاع البيض والصفار فيه فواية تانية كتير جدا سايز اقول لحضرتك على حجة انا كنت من الناس اللي ما باكلش الصفار ابدا كنت باكدز الوحن باكدز انه هو دايت احسن يعني ان انا ماقولش الكوليسترول عالي في الصفار عايز اقول لحضرتك انه عملت التحليل لقيت عندي نقص جامد جدا في فيتامين زي ولما قريت لقيت انه الصفار ده غني جدا في فيتامين زي كانت مامتي ده من تقولي ايه ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلق حاجة بيخلقها كلها على بعضها كده كويسة ما تخديش منها حاجة وتسيبي حاجة ده حقيقي يعني البيض والاية كلها مهمة جدا من ضمن الحاجات المفيدة جدا يمكن احنا ركزنا على البيض علشان الجزئية بتاعة البروتين فبديل ممتاز في نفس الوقت الصفار بتاع البيض يعتبر كنز محتوي على عناصر غذائية كتير جدا اهمها فيتامين ديل كمان عندنا جزء من الحديد في نسبة من فيتامين الف وده من الحاجات المهمة جدا للنمو والمناعة وتحت حسين الرؤية كذلك البشرة والجلد وبالتالي الصفار كنز والبيض في اعلى جودة في البروتين وبالتالي البيضة دي من ضمن المصادر الجيدة جدا مهما كان سعرها يعني بقى اكتر شوية من فترة سابقة ولكن لا يقارن ولازلت لو حضرتك بيقارنها او اي حد من السادة مشاهدين بيقارنها بسعر المصادر الاخر زي ما حد ذكرت الفراخ او الحوم او او هتكون هي اقل بكتير جدا وفي نفس الوقت اعلى فايدة ونضيف لها ميزة كمان انها مناسبة لكل المراحل العمرية بنقدر ناخدها في كل الحالات حتى اللي عنده مشكلة في المضغة او اي حاجة موجودة كمان من ضمن الميزات مثلا في حاجة زي البيضة ان هو بيقدم بطرق كتيرة جدا اللي عايز ياخده بطرق مباشرة سواء مسلوء او مقلي او مضاف لبعض الاصناف او بيدخل في وصفات كتيرة جدا زي الكيكات مثلا على سبيل المثال زي نتعم البيعجاء بيقدم باشكال كتيرة جدا سواء كانت اصناف مالحة او اصناف حلوة فبالتالي من ضمن الحاجات الممتازة بيدخل في وصفات وخلطات كتيرة جدا انا اعتقد ان هو من الحاجات المتقصلة في الكرور المصري وكل يمكن محافظة او كل يمكن منطقة مشهورة باستخدامات معينة للبيض مع مكونات تانية على سبيل المثال ممكن نقول ايه تاني غير البيض عندنا ايه حاجات تانية ممكن احنا يمكن ذكرنا البيض فقط على اساس ان احنا بنتكلم على البروتين فده مصدر جيد عندنا كمان مصادر للبروتين جيدة جدا وهي مصادر نباتية طليلة شوية في القيمة الحيوية بتاعتها او الجودة ولكن في حين استخدامها لما استخدامها بشكل مخلوط او من اكتر من مصدر بتوصل لجودة عالية جدا تضاهي الجودة اللي احنا بنقول عليها من اللحوم والفراخ والمصادر�� زي البقليات مثلا لو نكلم على الفول على العتسة على اللوبيا على الفصولية على الحاجات ويمكن الفول من اكتر الحاجات المكررة عندنا ولكن يفضل ان احنا نستخدم اكتر من مصدر في نفس الوقت عندنا كمان من البقليات اللي موجودة ويمكن مشهورة برضو في الاستخدام حمص الشام باستخداماته المختلفة الترمس العادي البسيط ده فكل دي مصادر للبروتين طب اللي بيحب يعمل الخضار باللحمة لو أنا النهار ده عامل لوبيا قادر أستغنى عن اللحمة أقدر أستغنى عن اللحمة والأفضل لو أنا دخلت مصدر كمان مع لوبيا في وجبة تانية بحيث أن أنا الجودة اللي كانت نقصة فيه حاجة زي اللوبيا أو الفصولية أو الفول بكملها بحاجة تانية هنا التنوع يخلي القيمة الحيوية أو الجودة بتاعت البروتين اللي جاي من المصدر النباتي بتعلق بقدر يساوي اللحم في نفس الوقت وممكن كمان أستخدم جزء بسيط من المصادر الحيوانية ومش بطرور لكمية كبيرة لأن أنا بحتاج كمية قليلة جدا يعني لو أنا دعمت ما بين الاتنين وعملت يعني ما يشبه الميكس أو استخدمت ده في وجبة وده في وجبة وبكميات قليلة جدا هوصل لجودة عالية جدا وفي نفس الوقت تكلفة أقل يمكن حصرنا كلامنا شوية في الجزء بتاع البروتين لكن حضرتك طبعا سألتني إيه تاني غير الحاجات اللي نقدر أخدها عندنا مصادر أو عناصر غذائية كتيرة مهمة لازم نحصل عليها يمكن على رأسها الكربوهيدرات ودي متاحة الحمد لله متوفرة في مصادر كتيرة يعني هنقول ممكن ده أكتر الحاجات المتاحة سواء بقى في الخبز مثلا بأنواعه المختلفة ويمكن أفضلهم الخبز البلدي الأرز والمكارونا وبعض الحاجات اللي موجودة زي الدرانات مثلا البطاطا والبطاطس وبعض الحاجات اللي موجودة وبالتالي موجود وبتكلفة معقولة جدا ولكن هنا بقى بنقول دايما نعتادل فيه لأن ده لو أنا أخدته بكمية كبيرة واعتمدت عليه في الإشباع هيبقى بيديني مصادر للطاقة عالية وبالتالي ممكن يؤثر على الوزن سلبا بشكل أوبغ فكل واحد مننا محتاج يتحكم في الكمية اللي هياخدها بمقارنة بوزن لو أنا عارف أن وزني دلوقتي يعني صحي أو متماشي مع طولي بشكل كويس فالكمية اللي أنا بخدها من النشويات أو مصادر النشويات بشكل أو بآخر تعتبر كمية جيدة طب لو أنا وزني عالي شوية يفضل أن أبدأ قالي للكمية دي تدريجي محدش يعني ينزل من استهلاك كبير لاستهلاك منخفض جدا جدا مرة واحدة لكن التدريج في التقليل ده ممتاز جدا والعكس برضو صحيح يعني لو أنا وزني قليل ومحتاج أن أنا أرفع وزني شوية ممكن أرفع تدريجي المصادر بتاعتي من النشويات بمختلف فئاتها أو مختلف أنواحها وأعتقد أن هي متاحة للجميع والحمد لله من فضل أن هي متاحة وموجودة عندنا عنصر مهم كمان جدا برضو اللي هو عنصر الدهون وده برضو له مصدرين إما مصدر حيواني أو مصدر نباتي ده إحنا بناخده لأنه ده اللي بيدي طعم للأكل بتاعنا وهو ده اللي له فوايد كتير جدا بالنسبة لنا وأعتقد المصادر متاحة سواء كل ما هستخدم الحاجات اللي هي سيلة أو شبه سيلة بيبقى أفضل شوية بالنسبة لنا كحاجة صحية ترجمة نانسي قنقر